الصحفيون المختطفون في سجون الميليشيا ملف مفتوح على الألم تزداد صفحاته الدامية والمحزنة يوما بعد آخر الاختطاف كان أول مراحل انتهاكات الميليشيا ليتطور الأمر بعد ذلك إلى الإخفاء القسري لعشرات الصحفيين الذين أصبحوا يواجهون الموت البطيء في مصيرهم لا أخبار عن أوضاعهم سوى ما يرشح بين الحين والآخر من ألم ينهش أجسادهم السجينة نتيجة ما يعانوه من تعذيب نفسي وجسدي آخر ما وصل إلى وسائل الإعلام هو تدهر حالة الصحفي توفيق المنصوري المختطف في سجون الأمن السياسي في صنعاء والذي بات يعاني من مرض القلب والجهاز التنفسي بحسب ما نصت عليه الأخبار والبيانات المنصوري وقبله عبدالخالق عمران ومعهم الكثير سجناء بلا تهم وضحايا بلا قضية سوى أنهم صحفيون في زمن الميليشيا التي ترى في الصحافة جرما وجنايا لأشهر عدة وهؤلاء النسوة من أمهات المعتقلين يجبن شوارع العاصمة وأمام مقرات المنظمات الدولية بحت حناجرهن وتسمنت أقدامهن واستنفذن كل خيارات المظاهرات السلمية والأعراف القبلية دون فائدة أو استجابة من قبل الميليشيا التي صمت آذانها أمام الأنشطة السلمية والمناشدات الإنسانية والحقوقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا